او تشوفوا اللي فيه الفذ كعفذ اباش يكونوا اه واضحين هاد الناس هادو اللي كدثولوني عليهم ومشخصياتهم ايا ولكلوا فعلا ومشخصياتوا يدافعون عن الحق و نيتهم صافية يجيوا تقدموا العدالة في المغرب لانه وباغينهم كل واقعين هادك مثيرين او ما عادش كنا هو اللي كتكلموا عليه يجي يتقدم العدالة عنده مين في قائب مصالح بقى المحكامة باش انه يستمعوا الافادة دياله وعنده شكاية اللي ديرها انا ضده اللي تتعلقوا بالمس بالمؤسسات و تدخل في ملفات بدون ان تكون لديها صيفة عنده في المغرب يجي باش انه يستمعوا له الشكاية اللي عنده ماشي بشي تخبه وراء قنوات اعتواصلوا شي معي وكيف يفتحوا ليه المجال وكيتكلموا ولكن ما كيعرفوش خطط الافعال دياله انهما كذلك يديروا افعال مجرمة في القانون وكيعطيوا الواحدة شخصية وهمية مطلوبة لدى القاضاء المغربي باش انهم يبحثوا معاه مجموعة من الشكاية ومجموعة من ملفات وكي يبدأ يعيير الناس وهم اللي غايتورطوا لانهم اللي غادي يستمر بها الطريقة هادي احنا ندعي ذلك القانوات لانهم عروفين جوج قانوات راهم كيستغلوا من نفس المكان نفس الدار اللي فيها كيستغلوا منها فاحنا عندنا علوينهم نجيبهم ويمدي انهم اللي داروا على جريمة النشر احنا لما بغيناش نمشي ونتابعوا اللي داروا جريمة النشر التوثيع بغينا نتابعوا الشخص المصرح لاننا عارفين هادو قانوات بروسهم مجرد ضحايا دل هذا الشخص المنتحي الصفة اللي فنما كان شي ميل في قضائي فيهم مرة تدافي عن حقها كيمشي ليها مكبوت وكانوا تشجيلات تصربوا ديالو مع واحد سيدة اللي كان اه كيدين معها شي امور اللي ماشي تلهي حنا ما قديش تتكلمو علاج ولكن را هاد الناس هادو اليوم كيشكلو خطر ضد المؤسسات تعدولة لانهم اللي كيتتكلمو على المؤسسات السيادية والهيئات المنطامة راحت المجمعيات التي نترأس راها هيئات مردامة وما كيتطاولوا كيتطاولوا على الجربة ديالاشخاص على المكانة ديالهم على سيبارية على المستوى الوطني على المستوى الدولي هما نس بدون اي مهمة واي مسئولية احنا مني كنتتكلمو بصفاتنا ومني كنقولو باننا عباش نشرحولي منافر ما بين المستشار والاستشاري الاستشاري دورو اكبر من المستشار ومني كنقولو استشاري ان كونسيطان انتغنسيونال سبديغ ان كونسيطان انتغنسيونال ندخل بشوية سمحولي لكن استعمل المصطلحات لان اغلبية الاستشارات اللي كنا نديرو باللغة الفرنسية والتقارير البرامج من الناسيطان نحن نتكلمو عن المجال التخصص اللي يشتغلت فيه مدة ثنين مع مجموعة من المنظمة يعني ان يكون استشاري او مدريب او مكوين ومهم المهم التي كنتوا قمو بها مع المنظمة دولية بنا نتكلم لكم على شي حوائج اللي انتم ما ما كاين هاديك نوع ديال البشر ما غايف يفهمش حيش مسكين عملوا بخبيه وراء آآ الميكرو بشخصية وهمية وبإسم مفتعار باش انه خلق داتو احنا خلقنا دوتنا على ارض الواقع بالعمل ديالنا وشريكتنا معروفة متخصصة بجموع المجالات ومطلوبة بجموع المنظمات وكاين اللي كيبغي شي حاجة كيجي عدنا باش ندلو ليه يعني آآ التقارير او البراميج او الموديل دو فورماتيون او بزافة الامور يعني اوني دي سبيساليست اوني با دي جان اللي يجيين من السماء هدي 30 عام وكتر من 30 عام قبل ما يكون السوشال ميديا وقبل ما يكون احنا كنا كنا نشغلو على ارض الواقع وقد قطر عشاء بني كنخلو السوشال ميديا غا بش ردو على تفاهات ديالهم وعلى هاد البنضية انا كنسمون ببنضية تنيا العقالة ديال البلاد والكفاءات والنخبة ديال البلاد عارفين كل واحد عارفين قيمته لان هدي وش كي تفنهو لان انا نظر على العمل الجمعوي والعمل السياسي هيتكن ديال عمل السياسي قيادي في حيث السياسي وعكروبا فنكم يعني قيادي في حيث السياسي والترشح في مجموعة من المحطات الانتخابية والشركة ديالي مو تخصيصة في المجال ديال استشارات وديال استراتيجيات فهدي الناس هدو عشي يقلبو انا مفهمت عشي يقلبو هدو مرضى هدو عندهم واحد متنازمة عبد صمد ومسيح لأستاذين بخيار وهدو المتنازمة حنا عدنا الموضاد الحيوي دياله الآن مخلينو مساكن كيبغي حد شي واحد دائما اللي بغى يتعرف ويتشر ديما كيل سقف واحد معروف باش يبان معاه حال هدو كليك يمشي تصور معالي فتاق وكيلو تصور دياله باش يقول لك انا را تصورت معا فلان او فلان وما من هدو نزادو على أس انه وراء واعر كيدوي على سيادو هنرى بزاف عليه وبزاف لا اي واحد كيبغي تتكلم ديك طريقة اللي بغى يتكلم معانا بالعقل وينقش معانا وبوجهو ويخرج لعدنا مرحبابي فتاعدين متجاوبوا علميا وقانونيا اما اللي بغى يتخبق بحل الفيران وبدي يضرب في الاعراض يضرب في الاعراض هاشنو قد قولوا قاع انا في بروية ديالي البروية ديالي عندي مين يباغ مليك يجع دي انا في دي اللي بغى كوفي نعطي كوفي اللي بغى حاجة اخرى تنعطيها لي هاش كي يتهمتهم هاش حاضين هادو خسوم يتعلموا يحترموا المؤسسات وتحترموا الشخصيات ديالي البلاد كانت سياسية قضائية او مدنية هادو فيهم قلت العفو قلت الترابي وراء الكاميرات ولمخبين وراء الميكروات وشخصيات وهمية باش كي يضربوا في مؤسسات ديالي البلاد وحنا لهم بالميرساد مؤسسات كانت كاممية او مؤسسات خاصة او مؤسسات مدنية غانوا مقفوض الدوم لان هادو او ممثالة ولو كي يناقشوا الملفات في القنوات والملفات المتعلقة خاصة بمحامون دون ان يعطوهم يعني الحق بش ان يناقشوا ثم كينا او مؤسسات سمعنا بان واحد سيدة ادوات معاه وعودت للخبير وذلك الشي هادو السيدة التهية اللي كانت كدوي في القنوات احطينا التفريغات ديالها لدي الهيئات يعني اللي معنية هادو السيدة وذلك الملف اللي كانت دوع لي ديال الكورونية للعطور اللي يرحموه الابنة دياله عيطت الاستاذة زينب باش انها تدخول في الملف ومشينا عندها هاي بي طالبين منها تيصال هاتفي عندنا بتالتاريخ دياله وتجيل دياله نوش نخربقوه ومشينا واثرناها بالمجان شخصيا حتى الماكل الملك يحطوشي مثل منه ولا تحلو ما كنا ناكل هاش عادية ما كنا ناكلش عند الناس علاش بس ومشيك الدولة بعض الدولة يقول لك ليتي معانا وشربتي معانا ودرتي معانا وفعلتي معانا وبدأي حسبو علي تدك شهي اللي كليس في كرسك وكيخرجوا داب الناس كيزيدوا قول لك بعض القضية الملف عندما اتخذ عنصر العلنية واصبح قضية رأي عام نحن والله ما نتفكو فيه وسنوطالي وبالتحقيق معا حتى العائلة علاش كينا امور خرجت بقرار الإحالة خسنا نتوضيحات عليها وحتى العلاقات دياله معا تشخصيات الوهمية لقد ضرف العرض ديال البلاد المؤسسات ديال البلاد هاد الدكتور الوهمي الخبيل الوهمي مسرار ليكي يقول ليكي يقول هو انا بتحد ما اكد لي المعلومة بانه عطاه فلوس للامجل تامي بناني وعطاه الفلوس لبنت الكولونيل وعطاه فلوس كأنه يشريهم باش انهم يبدأ يركب على الميل في فات ديال ويضرف المؤسسات ديال البلاد الله ما نخليه قد تستمر تضرب المؤسسات ديال البلاد لكن اللي يلعب شي في ميل في جال تامي بناني والله يلعب شي في ميل في اخر كتاب هادك سيد كتاب هدفه يزعزع استقرار ديال البلاد يزعزع المؤسسات ويمشي عند بعض الناس ويهم وربما الى صدقاء قول ديال الناس بانه يعطيهم فلوس كي يشريهم بالفلوس بس انهم في حول المزال يبقى يضرف المؤسسات على انها يعني لا تقعبوا بمهامها احنا عندما نتكلم ننتقيد المعطيات ونطلب تعميق البحث وهذا النساد وعلاقتهم بتسيد هذا غد يبروها لنا امام القضاء ان شاء الله بولا العطلة القضائية لاننا سنتقدم بمذكيرة لفيد الوكيل العام واضحة وغنطلبهم ان نفتح تحقيق في جميع الأشي الناس اللي تصلوا بالوليين داروا حملة اعلامية مضادة الناس اللي هدوا الشاهد والناس اللي تواصلوا مع مسرير وعليش يعني ودوك توجيهات لك يعطيهم شنا هو الغلط دياله وشكونا هو ويجيبوه لنا رنس اللوليين داروا شكاية ضده وما قدرش يجي بحل الفار وكي يخرجوا يدين لكم ديك الفتوحات والبطولات الوهمية وراء الشاشة دياله وقد تقولوا لي ما ترات وانا غنطرات وقد تليكم إذا عدتوا عندنا مثالين ولكن هدف يد وعر قولوا لي يجي المغريب يستمعوا ليه قولوا لي يجي المغريب يدري بتصريحات مش يبقى يدين الفتنة ويضرع القلق وراء الشاشات على مواقع التواصل الشيماعي ودراسوا بأنه بطل من الأبطال وخابير من الخبرة وهو منتحين صيفاء وهو ناشي لا يساوي جناح بعوضة وجناح بعوضة وعلم انه فحنا عادي عندنا احنا نكن لكم إذا عدوا عندنا هادك السيضاء نصاب أنا كنا نصلم غابة نصاب وكداب ودخل على مجموعة من الملفات وقال الملفات يدخل عليهم وخرج عليهم دخل على الملف ودخل على الملف تهمي بناني خرج على الملف ودخل الأخير منه وهم أثرته بأنه ودخل على الملف ويضرب المؤسسات تواصل معي أنا ومني تواصل معي والله ما كنك يعرفش نوم المصات القضائية بالله الذي لا إله إلا هو عندي يعني الاسكرين ويضرب المؤسسات ويضرب المؤسسات ويضرب المؤسسات ومعه خمسة أشرة دقيقة ونقام معك النتيجة ولم نعرف المؤسسات ونعطينا بجموعة من المعلومات وقدرنا واحد ببحث ميداني وبرناك حمل حاجة وفي الأخير يتكلم على وليدر ويضرب الخلالي وليس عنده وشكلا عنده معاه الخلال الى هو اللي علفنا به الخلال الى صديق دياله هو اللي كان يعاوله في الخبرات التقنية هو اللي كان يعطاه مجبوعة من المعطايات وفي الأخير ذا ما يقعير ان الخلال الى مغربي ومشون انا مفهمين الخائين وذات ردر خاوي الخلال الى مغربي ما شي صادق أنا قريب مع مريم ما تلاقيت معه وجه ولكن رجل رجل مواقش ملكي حتى النخاء أباه كان من خدامي الأعتاب الشريفة لأنه كان يشتغل في وظارات الداخلية أم الوظارات عشان تقولنا خائم تسجبوا على الناس وبيتشروا الوهم والكديم وأنه عنده علاقة وعنده علاقة وذا وذا ما اللي عنده شي علاقة يورينا يجبد يجي عندنا يقول لنا يتشوف ليدنا يتخبق ورا يعني الميكرو وات والناس كيبقوص هذوق لك يصفقوا لي بحالهم أغانقول لاريكم أغافيقوا من نعاف لما تشوفوا في ذلك الخوانة أي واحد يتكلموا بشخصية وهمية من خارج أرض الوطن وكي يضرب في الإنجازات اللي يداروا في البلاد وفي المؤسسات وكي يضرب في الأشخاص وكي يضرب في المناضي لهم واذا ما شكونا هو ما احنا بعدها لمواجهنا وكنقولوا شكونا حنا وما الانت مخبين ورا نزع ما باش تبانوا احنا سادينا احنا لاكا غياغ دينا ساديناها أحلامكم را كنقول لديكم من أحلامكم دائق في الماضي دينا هلذا بغر كنشوفوا لقدرنا ندلوا شي حاجة ونوقفوا ضد هاد البشر هاد الحتلات دي المجتمع هاد الكارهين دي الوطن لكي يلبسوا لباس تقوى ولباس الوطنية وهدفهم هم يضربوا الوطنيين والناس اللي كي يشتغلوا بجد ويدربوا المؤسسات دي البلاد ولكن كنوا على يقين نحملهم بالمرصاد وهاد الناس اللي كيتواصلوا معاهم ان شاء الله في شرط سعود يجيبوا يجيوا يجيبوا يجيبواهم لنا راه اللي والين ما قدرواش ودبرة هم ما حط متابعة ودبرة هاد ثاني انت هم اللي جايين من اللي غنحطوه يعني المذكرة دينا طيل الوكي العام دي السينا في طريبات باش انه يفتح بحث وتحقيق مع هاد النسانو اجسيروا عندو جيبوا لنا السيد هاد قمت بتلبير غتجيبوا لنا هاد في دادا لي استباح اعراضنا وكي يقول بانكم تومات ليس تتكلموا معاه اما احنا الميرو في دي السينار دي العطول سنتتبعو كهيئة مدنية ها ارتاحو كهيئة مدنية نطالبو بفكي لغذي هاد الميرو في لا معا العائلة دي العطول لا معا الأسرة دي العطول باش نشوفوش كون فيهم اللي كيقول الحق وتبال الحقيقة دي القاتل دي السينار دي العطول اما يبدأوا واحد ما سيثوات تجنح بعوضة كيخرج من قوات قنوات تواصل الاجتماعي باش يضربنا او الله ما غنسكتو قنقوا ندوي وندوي وندخلوا في الميلف وقادي نكملوا الاجتماعي في الميلف ونطالبوا في التحصيح في الميلف حتى تبدأ الحقيقة إلا كان هادو كي كثبو يمشوا للحفظ إلا كان هادو تكبو جريمة يمشوا للحفظ إلما كانوا والو اطوار في الميلف ويتحاسبوا في جوجه هذا هو القانون اللي كنعرفو احنا احنا ما كنمشو مع تشطارة كندرسوا الميلف وشوفوا المعطيات ديالو وتبان في الحقيقة اما هاتنا سادو يلس منهم معرين يجيو للمغرب يدخلوا للمغرب ويجيو للمحاكم ويجيو عدنية بالعملة ويجعل ضبط القضائي يسمعوا لي مر بغاوهم بطولات الوهمية خلف الشاشات وخلف المكروات مع دنما دينو بيوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة